في فضاء مزدحم بالتكاهنات القادمة، تطلق التصريحات بشأن أزمة أوكرانيا، وكأنها نذر حرب، فهل تحتويها الاتصالات؟ تقف الأنظار عند نافذة حوار أخرى مرتقبة بين الزعيمين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، فالرئيسان، وفق إعلان روسي الرسمي، سيبحثان هاتفياً تطورات الأزمة بناءً على طلب من واشنطن، والتحركات الدبلوماسية على كل المستويات. فقبل اتصال هاتفيين مقررين مع نظيره الروسي، هرم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بكرة الأزمة في ملحب الروس، وأجدد بلينكين اعتقاده بأن موسكو قد تقدم على غزو أوكرانيا في أي وقت. نرى بشكل متزايد إشارات روسية مقلقة جداً، من ضمنها وصول مزيد من القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا. وكما قلت أمس، الغزو الروسي قد يبدأ في أي وقت في حال قرر ذلك الرئيس الروسي، وهذا قد يحدث في الأيام المقبلة. لا نعرف ما إذا كان بوتين قد اتخذ قراره، ولكننا متأكدون من وضع روسيا القدرات التي تسمح لها بالتصرف بوقت قصير جداً. مراراً دفعت روسيا بالاتهامات عن نفسها، ونفت أن تكون في انتظار تجمد السهول الموحلة في الشتاء حتى تدخل دباباتها الأراضي الأوكرانية كما يزعم الغرب. ولا تبدو موسكو متفائلة من جدوى أي حوار في هذا الشأن. فقد وصف وزير خارجيتها محادثته مع نظيرته البريطانية إليزابيت تراس بشأن الأزمة الأوكرانية بحوار الترشان. ووسط ضبابية المشهد، دعت واشنطن رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور. وبالمثل طلبت بريطانيا واليوزيلندا وأستراليا رعاياها بمغادرة الأراضي الأوكرانية فوراً. من كل اتجاه تخترق التحركات سقيع أوروبا الشرقية، فلا يعرف متى سيذوب جليد أزمتها الراهنة.